اشتركوا في القناة حط نفسك قدام المراية هل ذكرت صح؟ ركز معايا لو سمحت انا عايز اصحح عندكم مفهوم رهيب جدا وهو ان انت لما بتقوي نفسك في لغة برمضة معينة وخصوصا اللغات القوية ده بيقويك ايضا في اللغات الاخرى على سبيل المثال هذا التمرين التمرين ده يا باشا لو انت عملته يا سلام هتبقى قوي جدا في الجافا ليه؟ لانك هتعمله بالس شرب هو هيشغلك دماغك في البرمجة عموما هيجرأك على حاجات كتير ممكن ما يكونش كان عندك الجرأة قبل كده ان انت تعملها لما بتطلب منك حاجة متعملتش قدامك وانت بتتحدى نفسك وبتبدأ تعملها صدقني بيغير معاك كتير فما تخرجش من المقطع ده غير وانت عامل التمرين ومتفوق على نفسك اول حاجة لازم تعرف ان التحدي ده او التمرين ده مبني على الفيديو او المقطع السابق لو انت شفت الفيديو السابق خليك معايا في التحدي دلوقتي ووريني هتقدر تعمله ولا لا اما بقى لو انت ما شفتوش خد بالك كويس بص انا حتطلق الرابط في صندوق الوصف تحت انزل تحت ايوه هو ده وقف الفيديو دوس على الرابط روح شوف الفيديو السابق وبعدين تعال لي هنا تاني بس كده شفت الفيديو تعال بقى ركز معايا يبقى كده كل اللي معايا دلوقتي شاف الفيديو السابق حلو قوي ده البرنامج اللي انت شفتوه في الفيديو السابق شغلوا كده لو سمحت قدامك اول برنامج دخل لنا اي اراد تمام دخل لنا اي مصروف تمام اوكي ده البرنامج خلاص مفيش مشكلة فيه خلاص عرفناه وانه هو فيه دارك وانه هو فيه لغة عربية وكلام ده كله ولكن اما ما قفله واجه افتحه من تاني اوكي بيرجع زي ما هو يعني انا اخترت اللغة العربية اوكي اخترت الدارك انت ااخد بالك من الفكرة لاحظت معايا اللي حصل اما انما بغير اللغة بيبقى واقف على تعديل وحزف ما بيبقاش جاهز لاضافة جديدة طيب خدت بالك بقى من القصة دي تعال بقى شوف البرنامج الجديد انا هدوس على البرنامج الجديد double click اول حاجة فتح معك خلاص خد بالك من حاجة في البداية اهو ده فولدر الديتا اللي هو بينشئه shift delete وهنا فولدر الديتا shift delete ركز معان انت لما بتفتح ده في الاول بيديك error لان ما فيش بيانات فدي اول تحدي اكتب بقى معاك في الورقة اكتب 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 ورايا وقف الفيديو واكتب خلاص اول تحدي معالجة الخطأ ده طبعا انا هدوس على continue عشان اكمل لو فضل فاضي وشغلته هيعمل برضو error عشان نديبي نال دي انت بقى هتبقى فاهم الكلام ده لكن لو انت دخلت فيه على الاقل حركة مش هيعمل في بداية فتحه يعني اقصد في بداية فتح يبقى ده كده اول ايه ده كده اول تحدي خلاص ماشي لكن ده ما بتشغله وما فيش بيانات ما بيعملش مشاكل بيبدأ معاك عادي طيب طبعا اول حاجة هتعملها هي اضافة حقل جديد وهو date date التاريخ قبل المبلغ او قبله قبله ضيفوا قبله انا كلامي واضح ما تحطه ليش بعد التايتل وتستسل لا حطه قبل الاماونت يبقى ظاهر كده وباين خلاص على اساس لو انا جيت ودخلت مسلا اراد اوكي لو انا دخلت اراد كده وحطيت اي حاجة عشان نجرب وجيت دست دخل معايا الاراد بالتاريخ اوكي تمام لو عايزت تغير التاريخ بتعمل change date ده كده اخد بالك تاني تحدي اهو اضافة التاريخ خلاص وتغيير التاريخ يعني انا ممكن اعمل كده اقول لا ده الكلام ده كان امبارح او اول امبارح او ايه لاخرون واخد بالك كمان لما بدوس هنا بيعلم على طول دي سهل دي خلاص اه انت بقى زبط يعني انت اه شوف الحاجة الجديدة وزبطها وتشوف ده قطع معايا حاجات تانية كتير خلاص اهو جنا مسلا عملنا كده خد بالك بقى لما هاجه اضيف دي بتاريخ 13 واحد عشرين واحد وعشرين اللي هو قبل 15 واحد لما انا هدوس كده enter وهدخل الحركة باي اس خلاص خدت بالك من اللي حصل ضف لوحد وتحت مع ان الايدي بتاعه اعلى خد بالك من حاجة ان لو انا دخلت حركة بنفس التاريخ خد بالك من التحديات دي كلها اكتبها ورايا لو انا دخلت حركة بنفس التاريخ اللي هو 15 واحد الحركة دي مسلا مش بمية لأ بخمسين حركة بخمسين خلاص وروح تجاي بص خد بالك طلعت فوق مع ان اللي اتنين بتاريخ واحد اللي اتنين بتاريخ واحد بس الخمسين فوق خد بالك من الحاجات دي ما تفوتكش يعني خلاص يبقى كده عندك تغيير تاريخ وعندك طبعا كل ده مضف التعديل لما انا بحدد كده واخد بالك بقدر اعدل او ايه او احذف زي ما انا معاوز يعني خلاص ماشي يبقى ده كده ايه اه حاجة تاني حاجة تالتة ان انا لو غيرت اللغة العربية وجد قفلت البرنامج لما اجد افتحه تاني هتلاقي على العربي لوحده هيحفظ الاختيار اللي انا عملته لتحدي تاني اهو خد بالك اكتب ورايا اكتب ورايا كل التحديات دي خلاص اللغة الايه العربية لو انا خليته المظهر الداكن خد بالك بقى مظهر داكن اهو طبعا دي لازم تفعلها عشان تظهر لان كده دي مش بينا مش مش هتاق مش هتاق ده مفصولة يعني خلاص خدت بالك مظهر داكن وهقفل البرنامج وارجع افتحه تاني خدت بالك هيظهر لي بالداكن وبالعربية انجلش وداكن او دارك يعني لو قفلته هتجي تفتحه تاني هتلاقي على اخر اختيارات انت اخترتها خد بالك ان كله بيتعرب معاك كله بيتعرب خد بالك من حاجة تاني لو جيت تعمل الخطأ هنا بقى فوق فصلنا الخطأ عن خد بالك يعني في حاجات كتيرة اتغيرت خد بالك البرنامج لسه او متجاوب معاك اهو بص زي ما هو مع التغيير بعد التغيير خد بالك خد بالك الحاجات دي انت هتعملها كتحدي خد بالك اننا لما بألغي الارور ده بيبقى كده احط الارور بيبقى كده يعني لون الارور هنا بيبقى بنك علشان يظهر في الغامق وهنا بيبقى دارك ريد علشان يظهر في الفاتح خد بالك من دي بص خد بالك من التغييرات يعني في اي وقت انا بغير بص كله بتغير حتى ده يعني ده مش بياخد الطبيعي لا ده ده اخد بالك من القصة خد بالك انه لو جي هنا يعمل ودخل مسلا طريق غلط زي تلاتين اتنين مسلا واخد بالك وجيت تدوس بص هيقول لك ايه وخد بالك لو بالعربي مش هيقول لك لو بالعربي يعني لو انت مسلا عامل ايه تلاتين اتنين وروح تجاي دايس كده بص خطأ التاريخ غير صحيح كله متعرب حتى رسائل الخطأ حتى العنوين التاريخ المبلغ البيان كله متعرب البيانات اللي انت مدخلها بايدك دي ماناش علاقة بيها متتعربش مش هيقول لك دخل البيان بالعربة بالانجليزي ما ينفعش هدوشك كمستخدم انت خدت بالك من التحديات دي كلها فدي مهمة جدا خد بالك انك تعملها فيه بقى تحدي تاني وركز بقى فيه تحدي اللي جاي ده ابن لازينة خد بالك كله بتعرب حتى اللي تحت اللي تحت ده ايه بقى يا معلم خد بالك بقى ركز معي اللي تحت ده ادوات بحث اللي تحت ده ادوات بحث خاصة بالتاريخ ده حقل جديد اضاف فعملنا له option فين في البحث يلا بقى ده تحدي تاني هو اكتب اكتب عشان في الاخر خالص تقفل الفيديو وتعمل التحدي وتحط لنا في التعليقات اللي انت وصلت له وتشوف انت قد التحدي ولا لأ هتقول لي طيب انا عايز السورس علشان اعدل عليه ماشي ما انا قلتلك في الفيديو اللي فات اللي انت المفروض شفته قبل ما تجيلي هنا ازاي تحصل على السورس المهمة خلينا في التحديات هنا مثلا خلينا سجل لك حركة بالتاريخ ده تمام اهو تاريخ زي كده مثلا عشر اربعة عشرين عشرين مثلا واخد بالك دي حركة اهو كده خلاص وخلينا نسجل حركة بتاريخ مثلا قديم شوية بس او مثلا ماشي طبعا باشيل دي خلاص بياخد الوقت والتاريخ الحالي اه خلينا مسلا نصرف حاجة زي كده مثلا خلاص دوس انتر اوه واخد لي بالك طيب الابشنز بقى الابشنز خد بالك من حاجة this year او لو بالعربي هزا العام يعني السنة دي this year يعني لما بعلم عليها كده بيجيب لي السنة دي بس ليه السنة الحالية بس خلاص طب لو انت عايز يعني في سنة مخصصة براحتك رجعها 20 عشرين يجيب لك كل اللي في 20 عشرين يجيب لك كل اللي في 20 عشرين خد بالك طب بتوين لا بتوين دي بقى تفصيلي يعني مسلا من 20 ل 21 اخد بالك او ل 22 بص انت بتتحكم بقى براحتك كل حاجة خد بالك ان كل ده لما بغيره بيغير على طول active search يعني هو مش هيستناني اروح اعمل حاجة او ادوس على زرار لا هو active already خلاص يعني بص هنا مسلا مجرد ما اغير السنة اتغير معاك بمجرد ما اغير الشهر برضو يتغير معاك خد بالك يعني انت هنا بص 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 بمجرد ما اتغير الشهر بص 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 حتى الشهر واليوم كل حاجة بص بص شاف الشهر بغيره بس بغير معاك ازاي بتوين التاريخ ده التاريخ ده ولما بتقلبه بالعرب برضو بيخد بالك بيبقى هذا العام ولا في عام ده نفس الادوات المبغيرهاش نفس البرمجة الفرق بس في التعريب خلاص ولا ما بين كزا وكزا بس انت عشان كده انا قلت لك لازم تشوف الفيديو اللي فات خدت بالك اهو ما بين عشرة واحد عشرين عشرين وتمانية اتنين واحد عشرين خدت بالك من القصة اهو اهو كزا دي كده تحديات هلا هتقدر تعملها ورينا وعرفنا عمالتي ايه وشارك في التعليقات وقلت لكم الفيديو اللي فات ازاي تجيب الصورس ووروني التحدي يا مبرمجين وتحدي مع نفسك وزي ما قلت لك في اول الفيديو لو انت شغال اي لغة ادخل التحدي ده اي لغة اي ان كانت ادخل التحدي ده صدقني السي شرب من اللغات اللي بنصح بيها بطريقة غير طبيعية علشان تقويك في باقي اللغات الاخرى صدقني السي شرب لو ذكرتها صح هتبقى فتحة خير عليك صدقني بفضل الله هتقويك في الجافا وهتقويك في اللغات القديمة زي السي والسي بلاس بلاس وحتى هتجي تدخل على اي لغة جديدة هتلاقيها سهلة جدا مقارنة بها يعني فهتلاقي الموضوع جميل جدا 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 معك وقبل التحدي ووريني هتعمل ايه ونشوفكم بقى ايه في التحدي وروني بقى التعليقات ووروني عملته ايه ومين عارف يعمل التحدي والتمرين ده ومين معرفش يعملوا على فكرة التمرين هتقويك مش هتقول عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته